اشتركوا في القناة لو انت جداد ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد ان شاء الله هنعمل كيكة النسكفيق لعشاء القهوة كيكة هشة وخفيفة بمآدير بسيطة واقتصادية شايفين الكيكة لسه خارجة من الفرن ما شاء الله هشة جدا وخفيفة خلونا نخرجها ونتحمس للوصفة قبل ما نبدأ كيكة من الكيكات اللذيذة جدا وتقدروا تستغنوا عن كمية القهوة اللي في الكيكة وتستخدموها كيكة فانيلا ممتازة ما شاء الله شايفين الكيكة ما شاء الله هم عبية الصينية كاملة وهشة جدا وخفيفة يعني هي لوحدها بتتاكل تحفة ما شاء الله شفنا بقى الكيكة اهو تحمسنا وهو كيكة روعة لايكات وشير وسبسكرايب وكمنت حل يلا بسرعة نبدأ بالمقادير وطريقة التحضير هبدأ أصحابي معايا كوب وربع من السكر والناس اللي بتستكتر السكر فيه أنواع سكر بتحلي وأنواع سكر مش بتحلي فممكن تنزله حتى كوب آآ سكر واحد وهنضيف تلات بيضات ولازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة ماينفعش تخرجيه بارد من التلاجة وتشتغل فيه هضيف معلقة خل الابيض صغيرة ومعلقة فانيلا وهخفقهم حتى يعمل فوم كده والسكر يدوب زي ما انتوا شايفين هنزل بنص كوب من الزيت وهنبدأ زي ما انتوا شايفين خلطنا طبعا كل مرحلة بتخلط فيها في الخلط ما بتقلش من أربع لخمس دقايق عشان يديني قوام تقيل وفلافي هنا جبت كوب من الحليب واضفت عليها معلقة ونص كبيرة من النسكة فيه سريع الزوبين وخفقنا مرة تانية في الخلط شايفين الخليط قد ايه هش وخفيف ما شاء الله لازم كل مرحلة بتخلط فيها ما تقليش من أربع لخمس دقايق خفق في الخلط هنا هننزل اتنين كوب من الطحين جميع الاستخدامات وهنزل بمعلقة كبيرة من البيكن باودر وطبعا الطحين كان معاه رشة ملح رشة الملح في الكيج بتعدل الطعم فما تستهونوش بها رشة بس كده خفيفة ما بين الأصابق نخل الطحين هنبدأ بقى نخلط الطحين مع الخليط هننزل الطحين على ثلاث دفعات وبالمضرب اليدوي أو الويسك يعني أو اسباتورة أو معلقة خشب هنبدأ ندمج الخليط حتى يختفي الطحين تماما وبعدين ننزل الدفع التانية هنقسم الاتنين كوب نقسمهم على ثلاث دفعات من الطحين عشان تتأكدي ان الطحين كامل ان مزاجناه مع الخليط ومعنديكيش اي تكتلات من الطحين هنا خلاص معانا الجزء التالت آخر حب الطحين طبعا أول ما بدأنا نشتغل في الكيك بدأنا مشغالين الفرن حتى يسخن لأن لازم الكيك يدخل على فرن ساخن عشان يرتفع معاك بسرعة وما يطولش على 180 هنا أصحابي خلاص هذا خليط الكيك شايفين القوام كده ممتاز هجيب أي قالب بقى تحبوا تعملوها مدورة القلب المفتوح من الوسط أو بايريكس يعني حسب الصينية المتوفرة عندكم براحتكم تقدروا تعملوها في أولب فردية وتقدموها يعني طريقة التقديم كل واحد حسب ما بيفضل وحسب عدد أفراض الأسرة وحسب الشكل اللي بيحب يقدم فيه الكيك في النهاية فبراحتكم يعني أنا هقدمها في بايريكس على أساس تكون هو طبق التقديم عشان ما نحتاجش إن احنا نقلب الصينية ونخرجها ونقدمها في طبقة أديمية ده الميزة في البايريكس أو الطواجن أو الفخار أو الصواني اللي هي السراميك هنا أصحابي هندي طرقتين بس عشان لو فيه أي فقعات من الهواء هتخرج والفرن قلنا مسبق التسخين على مية وتمانين هنحطها في الرف اللي في الوسط وهنزل درجة الحرارة لمية وستين يعني في الأول أنا بسخن على مية وتمانين وبخفض الحرارة على مية وستين هتاخد من خمسة وتلاتين لاربعين دقيقة كل واحد حسب الفرن اللي عنده أهو هنا بعد خمسة وتلاتين دقيقة بالضبط شايفين ما شاء الله الكيكة ارتفعت وعبت الصينية وهشة جدا وخفيفة ما شاء الله أهي ممتازة كده خلاص اهي صارت معنا كده ممتازة ما شاء الله وهو بالتوس بيكس من الجزء اللي في الوسط عشان طلع نضيفة حتى لو لقيت فيها عجين شوية بتخفضي درجة الحرارة وتخليها حتى خمس أو لعشر دقايق حتى الكيك يستوي تماما طبعا هنا أصحابي بقى لازم بعد ما تخرج من الفرن لازم نخليها تبرد تماما ما ينفعش هنشتغل فيها وهي سخنة طبعا لو انتم تحبوا تكتفوا بيها ككيكة سادة كده مع الشاي أو القهوة هتكون ممتازة لك احنا هنديها يعني هنحسن الشكل شوية فهنخليها تهدى شوية ونشوف هنعمل إن شاء الله كيكة ما هبطتش ولا أي حاجة هشة جدا وماشاء الله طحفة وقلتلكم تقدروا تستغنوا على النسكة فيه وتخلوها كيكة فانيلا من الوصفات الممتازة ما شاء الله أو تضيفوا معلقة كيكة وتبقى بالشوكولاتة برضو تبقى ممتازة هنا هعمل فتحات في الكيكة هنا الكيكة بردت تماما هجيب هجيب كوب من الحليب بس هنعمله بس هوريكم التخطية أنا هخفق كريم شنطية إما تختاري البودر أو السيلة أنا عن نفسي بحب استخدم السيلة وهضيف مع الكريمة معلقة كبيرة من النسكة فيه برضو صريعي الزوبين واخفقهم مع بعض اهو زي ما انتم شايفين كده خفقنا الكريمة طبعا انتم بقى لو تحبوا تضيفوا كمان تزودوا نسبة القهوة بس أنا كده حاسا نكها معتدلة هنا عملت السيرة بقهوة خدت كوب من المية مع ثلاث ملاعق كبيرة من السكر ومعلقة نسكة فيه وغلتهم على النار خمس دقايق بس وهنعملها تشريبة وتقدروا تستغنوا بالمية تعملوا كوب من الحليب ومعا معلقة نسكة فيه وتلاث ملاعق سكر برضو هنا خلينا الكيكة تشربت وبعدين هنبدأ بقى نغطيها بالكريمة اللي احنا عملناها هنوزع الكريمة على صفح الكيك طبعا لازم الكيكة تكون بردت عشان لو انت حطيتي عليها الكريمة دي وهي سخنة هتلاقيها ساحة بقت مية بالظبط هوزع كده ونحاول نسوي السطح وهناخد رشات خفيفة من النسكة فيه نزين بالوجه وكده هتبقى معانا ممتازة هنبدأ نقطعها مفيش داعي لمادام الكيكة بردت هنقدمها مباشرة مفيش داعي ان احنا ندخلها التلاجة لان اصلا الكريمة بردت والكيك بارد فبالتالي هيكون سهلة على طول علينا على التقديم ان شاء الله هتقطعوها بقى بالحجم اللي بيناسبكم خلونا نقطعها ونقدمها ونشوف شكلها من داخل هي اساسا ما شاء الله كان طعمها تحفة جدا هشة خفيفة جدا اهي شايفين الكيكة ما شاء الله هشة يعني مش قادرة صفالكم والله كانكم بتاكلوا هوا بالزبط يعني اهي والكيكة شايفين ارتفاعها ما شاء الله مرتفعة خلايا نجيب طبق بقى ونطعم اهي الكيكة من الاز الكيكات اللي هتحبوها للناس اللي بيحبوا القهوة تقدموها بقى مع نسكافيه مع كابتشينو المشروب اللي بتفضلوه خلونا نطعم ونتحمس شايفين اصحابي الكيكة والله ما شاء الله هشة جدا وخفيفة قلتلكم اعتمدوها وصفة اساسية لكيكة فانيلا او كيكة شكلت مع الشاي هتبقى ممتازة هنستبدل بس معلقة النسكافيه بمعلقتين كاكاو لو حبتوها على كاكاو ولو هتحبوها فانيلا هتشيلوا لتنسكافيه بدون اي اضافة بس هنزود نسبة الفانيلا شوية وتبقى كيكة ممتازة للكيكة اليومية السهلة السريعة كيكة هشة تحفى وطعمها كان ضمار ان شاء الله اصحابي هكتبلكم كل المقادير في صندوق الوصف لما يعرف صندوق الوصف هو مسلس مقلوب بجانب عنوان الفيديو هتلاقوني كاتبة في المقادير تضغطي على المسلس هتحصل المقادير وديني بفتحلكم الكيكة برضو من داخله هو عشان تعرفوا قد ايه كيكة هشة وخفيفة روعة ومشاء الله واشوفوا كمان نصطنية شايفين الرفتفاع الكيكة وكيكة مشاء الله من الاخر فاخر من الاخر لايكات وشير وسبسكرايب وكومنت حلو اشوفكم فيديوهات جاية كتير سلام عليكم سلام عليكم شكرا